ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بمعدل نصف المليون فدان خلال عامي 2022-2023 بالإضافة إلى زيادة إنتاجات الفدان بنسبة تتراوح ما بين 15% و 20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبدور جاء ذلك خلال عرض معلوماتي نشره مركز المعلومات يتناول خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الساعة المختلفة بحلول 2025 وأشار العرض إلى أن مصر تهدف إلى زيادة الصدرات الزراعية إلى 3 مليارات و 600 مليون دولار خلال العام المالي المقبل كما تسعى لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 65% في حلول 2025